السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المشاهدتهم اخرى اسمه زمان منت سمان او رجال الاثار او رجال المتحف بيدور حاولين قصة حقية ان في اواخ الحرب العالمية التانية تكونت فرقة مهمتها ان هي تحمي الاثار كان هتلر مهتم جدا بالاثار وفاهم قيمة الاثار فعمل متحف كبير جدا بيجمع التحف فيه تحف مايك الانجلو تحف بيكاسو تحف ليوناردا فنشي فحاجة فخمة جدا يعني مش عايزين انها تضيع اسنان الحرب اسنان اما الناس عملها تتقاتل ونس عملها تموت وطبعا الحرب العالمية التانية مات فيها ملعين فهم كانوا كانوا حافظوا على الحاجات ديجات فكونت فرقة وصفرت فعلا اسنان الحرب وتعرضت كلها الموت والفرقة مفيش من الرجال الصحقة لا الفرقة من الناس ما كانوش اصلا في الجيش ناس كبار في السن ناس عواجيز ناس مهتمين بالفن فنانين وهكذا فبيروحوا مهمتهم ان هما يضحوا حياتهم في مقابل ان هما يحافظوا على الاثار ديجات ففيه جملة جميلة جدا في الفيلم دوت ان هو بيقول ان احنا لو تقتلنا او اتطردنا من البلد ففيه دليل بيقول ان احنا كنا موجودين هنا انما ان نقدر نرجع و احفادنا يطالبوا بالارض انما لو الاثار نفسها اتدمرت والتوحف نفسها اتدمرت ايه اللي يزبط ان احنا كنا موجودين في يوم الايام في المكان دوت الفيلم دعوة المحافظة على الاثار والاهتمام بيها والافتخار بيها وان احنا لازم نحافظ عليها شفتنا في فيديو سريعا كده رئيس الوزراء اسرائيل بيقول ان هو لما كان زار تركيا فكان قاعد مع رئيس الوزر هناك فبيقول له انا شفت في المتحف حجم الاثار مكتوب بحاجات فيها الحسقيال فانا عايزها قال له لا قال له خد الملايين اللي انت عايزة خد شيك عباد بس انا عايز ديه تعال ما اتحف عندنا في اسرائيل وخد اي تحفة تعجب اخدها بس انا عايز يقال له لا قال له ليه قال له دي مش ملكي دي ملك شعب الشعب بتاعنا مقدرش يفرد فيها لانها ملكي للاجداد وملكي للاحفاج فاحنا لازم نحافظ عليها صارنا فيه رؤساء مصريين كانوا بيهدو معابد كاملة هدايا كده للرئيس اللي يجي دور البلد ده مش محققهم دي لازم ترجع لبلدنا ولازم نفتخر بيها لازم نفتخر بكل الحاجات اللي كانت موجودة على الاراضي مصرية كنت فخور لما موجود في المتحف في حاجات اثار رومانية واثار غريقية واثار موجودة في عندنا دي دي الاثار بتاعتنا ولازم نفتخر بالاثار الفراعونية او الاثار المصريين القدماء لازم نفتخر ونعرف اولادنا قيمة الاثار وقيمة التاريخ بتاعنا وقيمة كل حاجة كانت موجودة في بلدنا نفتخر بيها ولازم ندرسها ولازم نعرفها ولازم ندرس التاريخ وندرس الأثار ونهتم بيها وننشئ جيل يحافظ عليها ويفهم قيمة الحاجة ديت ويعرف ان هو ما يشوهاش واني الجريمة ان حد يشوه تاريخ وأثار بلده